مرض السكر مرض منتشر جداً أي معلومة بنقولها بتفيد المشاهدين لأن ممكن ربع المشاهدين أو تلك المشاهدين عندهم مرض السكر وياخدوا بالهم من هو اللي عايز الضرب؟ من هو؟ ناخده نضربه علقة محترمة اللي يعتقد أن علاج السكر رشد اللي يعتقد علاج السكر يقولك ما أنا باخد الدواء؟ لا يا حبيبي علاج السكر نظام حياة يوم ما طلع إعلان أن أنا عندي سكر نظام حياتي كله حيتغير كله ده نظام حياة الأكل حيبقى له حدود جبارة يعني والرياضة والانفعال وطريقة شغلي وأنا بشتغل إيه؟ وحبقى إيه؟ السكر نظام حياة مش رشدتة طيب ما أنا خدت رشدتة وأكيد هي بتاخد الدواء سكرها 650 ما بتاخدش الدواء بتاخده لماذا؟ لأن النظام الحقيقي عندها ما تلقمش مع مريض سكر والتراكمي 17 ده رقم خيالي نحن ما منلقي 11 منحزن و12 هي 17 لكن من جدال مهم طبعاً المكلم ده قلناه كتير جداً مريض السكر نظام حياة أنت بتقولي أخت صغيرة غالباً بدن بالأرقام دي يبقى نوع أول ما شفتهاش بس غالباً ده نوع أول والنوع الأول لا يمكن يتعالج إلا بالإنسولين فلو كانت أختك بتاخد إراس غلط ده لو كانت نوع أول ما شفتهاش احنا بنتكلم كلام عام النوع الأول مرض مناعي الجسم يدرى فيه الخلايا اللي مسؤولة عن عمل إنسولين بازت يبقى العلاج علاج تعويضي علاج تعويضي واحد عنده نقص حاجة بعوطار واحد عنده نقص غضة رقية بالدهاج واحد عنده نقص حديد أديهوله واحد عنده نقص كالسيوم أديهوله واحد عنده نقص إنسولين أديهوله يبقى ما فيش مجال لأقراص بتاتة لكن اللي أنا عايز أركز عليه الإسهال مع مريض السكر هو ده اللي أنا عايز أركز عليه فيه جملة في الكتاب لما تيجي تقرأها تتخض لما تيجي تقرأ جملة تتخض لكن هي واقعية وسليمة جدا يقول لك مريض السكر لا يمكن يكون عنده طبيعة سليمة طبيعة اللي هي مقصود بها التبرز يعني لا يمكن يكون عنده طبيعة سليمة يا إمساك يا إسهال ليه؟ عندنا الإسهال في السكر له ثلاثة أسباب واضحة جالي عيان سكر وعنده إسهال هيبقى لا يمكن ده يخرج إلا عن ثلاثة أسباب طبعا غالبا يعني السبب الأول أن يكون الإسهال ميكروب بتقولي طب والميكروب علاقته بالسكر إيه؟ يا سلام هو الميكروب عايز إيه؟ ألازم أنه يأكل سكر ويعيش ليه مريض السكر عرضة للتهابات الكلة؟ لأن البكتيريا البول مليان سكر كالته أخر مزاج وتتكاثر وتعيش زي ما انت عدت فالسكر مادة حلوة للميكروب عشان كيا بنخاف على مريض السكر من أي ميكروب لو جاله دمل في إيده أبخاف عليه جدا إن عنده سكر فالميكروب بيأكل ويتغذى ويعيش بعكس واحد ما عنده السكر طيب يبقى الاحتمال الأول لإسهال أن يكون ميكروب اللي هو عنده ميكروب في الأمعاء عمل إسهال وده طبعا له علاج وسهل مش صعب الاحتمال الثاني أن يكون عصبي طبعا الناس كلها هتفهم أنه عصبي إن إنسان عصبي مش قصدي كده خالص أن يكون الإسهال بسبب إصابة الجهاز العصبي أن يكون الإسهال بسبب إصابة الجهاز العصبي في حاجة اسمها عصاب طرفية العصاب الطرفية السكر بيأكلها نادر لما تلاقي مريض سكر ما عندهش تنميل في إيديه أو في رجليه تنميل ما هذا هذا التهاب أطراف عصبية هذا التهاب أطراف عصبية عندنا نوع تاني من الأعصاب اسمها عصاب ذاتية عصاب ذاتية العصاب الذاتية دي نوعين نوع يزود الحركة ونوع يقلل الحركة هذه الأمعاء هي في عصب يزود الحركة وفي عصب يشل الأمعاء أو يقلل الحركة أنت عايش بالتوازن بين الانتين أنت عايش بالتوازن بين الانتين سبحان الله طيب لو أنا كلت الأعصاب أطراف الأعصاب اللي بتزود الحركة فالأمعاء مش هتحرق يجي لي يمساك طيب لو كلت الأعصاب اللي بتقلل الحركة اللي بتزود الحركة عدزي يجي لي إسهال عشان كده العلماء قالوا أن نادر جدا جدا أن يكون مريض السكر عنده طبيعة سليمة عنده طبيعة سليمة يا إمساك يا إسهال ليه؟ لأن أحد الأعصاب دايما بيتاكل كأحد مضاعفات السكر أحد مضاعفات السكر التهاب أطراف الأعصاب زي أعصاب الإيدين والرجلين اللي ما اتخذت أعصاب الأمعاء بتتاخد مين اللي حيتاخد؟ هل اللي بيزود الحركة؟ يجي لي إمساك هل اللي بيقل الحركة؟ يجي لي إسهال ده النوع الثاني من الإسهال يبقى مريض السكر يجي له إسهال لثلاث أسباب السبب الأول أن يكون ميكروب السبب الثاني أن يكون خلل في الجهاز العصم السبب الثالث أن يكون الدم اللي واصل للأمعاء أليل أليل شريا ده شوية بتصلب الشرايين تقولي ما علاقة تصلب الشرايين بالسكر لا ده العلاقة قوية جدا السكر أحد عوامل الخطورة في ضيق الشرايين ثواء شرايين القلب قلناها قبل كده شرايين المخ شرايين الكلة وتعمل مشاكل في الكلة أو شرايين الأمعاء طيب ولما شريان الأمعاء يبطل يشتغل ما يديش الدم الكافي يحصل مشكلة في الأمعاء تنتهي بإسهال يبقى يا إما إسهال يعني الجهاز العصبي أو ميكروب أو الجهاز الدوري إنه هو خدنا شريان وتعمل عشان كده لما دكتور يروح له مريض سكر يقول أنا عندي إسهال حيحط الثلاث احتمال الدول ويستدي استبعتهم واحد ورا واحد تقولي طب هل إكلينيكيا يعني هل وانت قاعد في العيادة تقدر تقول ده إي منهم أقولك آه أقولك آه على الأقل حطلع العصبي حطلع اللي هو بسبب جهاز العصبي الجهاز العصبي الذاتي ده بيشتغل قوي إمتى بالليل ألاقي الإسهال يقومه النوم ألاقي الإسهال يقومه النوم إذا قام العياد الإسهال بالليل بيبقى الاحتمال الأول أن يكون الجهاز العصب من التحت تلاقي بيقوم بالليل ثلاثة أربع مرات يتبرز يقولك مع إني مكلتش مع إنا أنا وكل سليم زي ما الدكتور قال لي بينما الميكروب بيبقى الساعات معه شوية تعنية أو شوية دم أو كده يبقى سهل أما الأوعية الدموية بالأشعة بنعملها بأشعة أشعة مقطعية سبغة على شرايين الأمعاء نقدر نعرف مين ديق ومين واسع فالقضية هنا قضية حكتين أختك مش ماشي صح والدليل على كده ترقومي 17 والدليل على كده سكر 650 مفيش الرقم ده مرفوض في مريض سكر مرفوض أختك الإسهال بتاعها قد يكون ده أو ده أو ده لازم تكشف ما قدرش أقولك هو إيه بالتلفزيون من غير ما أشوفها طيب عايزين لنظامها نظام أكل ضقيق جدا الدكتور اللي حيقولك عليه في حدود سعرات حرارية محدودة جدا السعر الحراري هي قيمة الأكل يعني كل أكلة بتديني كم سعر حراري طبعا كل ما الأكل أدتني سعرات حرارية أعلى تبقى ممنوعة في السكر يقولك ممكن أكل حلوة طحنية أقولك لا تقول لي ليه ده أنا بحبها أقولك حبها زي ما أنت عايز بس مكعب الحلوة الطحنية فيه كم سعر حرارية ده القيمة ممكن أكل شوكولاتة أقولك لا طب ده أنا بحبها حبها بس مكعب الشوكولاتة فيه كم سعر حرارية إذن إحنا بنوكل مريض السكر سعرات حرارية هي في السن الصغير لو هي أكتف شوية يبقى 1500 في اليوم كفاية جدا جدا ده ليه خلاص 1500 ده رقم حلو جدا أنا حاكل الأكلة في اليوم أنا بحبها تعشى حاخد 1500 في يوم واحد أقولك ممنوع ممنوع لازم تقسم على يا إما ثلاثة يا إما خمسة يا إما ثلاثة أكلات يا خمسة أكلات لازم تقسم وتقولي طيب أنا حاخد 1500 مكرون لك ما ينفعش يبقى أكل له ثلاثة قواعد الأكل في مريض السكر له ثلاثة قواعد القاعدة الأولى عدد السعرات الحرارية لازم يتناسب مع حالتي الدكتورة حيقولها حيقوله كل واحد حيقوله أنت محتاج 3500 ليه؟ فاعل طالع نازل طالع نازل هديك 3500 واحدة ستة في البيت مش هديها موظف بيروح تسعة الصبح ويمشي اتنين العصر بالزبط هدي له سعرات حالية زي واحد بينزل الشغل من تسعة لتسعة لاثناشر ساعة يبقى رقم واحد لازم أعرف سعرات حالية نمرة اتنين لازم تكون الوجبات مقسمة يعم على ثلاثة يعم على خمسة ما ينفعش ياخدها وجبة واحدة نمرة أربع ثلاثة مهمة جدا جدا اللي احنا نسميه بالانس ضايت يعني الأكل متوازن 40% من السعرات من النشا 45% من السعرات من البروتين 15% من السعرات من الدهون لازم تقسم بهذا عشان تبقى أكل متوازن الأكل متوازن ما يعملش مشاكل تقول لي ما ضرر واحد عنده سكر وبيعمل لهو عايزه هذا هو الضرر اهو انت عرضة للمضاعفات اكتر من اي واحد ده الحمد لله ان احنا ما جناش غيبوبة غيبوبة السكر يبقى احنا عندنا حاجة مهمة جدا اسمها السعرات الحرارية والأكل المنظم ولازم الواحد يحترم نفسه في مريض السكر عندنا بنذكر السكر ده من 200 كتاب مرض مهم ومنتشر لازم أكون على وعي كامل كل كلمة فيه مفيش كتاب زي التاني مفيش كتاب زي التاني لكن العنوان الأول في علاج السكر في الكتب كلها هو هو العنوان الأولين ما انها بتقرأ مثلا اسباب السكر مضاعفات السكر حييجي ازاي بالعيان سورة لكلينيكالو بقى لحد ما توصل علاج علاج ده حتلاقي واحد اتنين تلاتة كذا عنوان العنوان الأول في جميع الكتب هو هو change the style of life of the patient لازم تغير style بتاع حياته لازم غيرت style حياته راجحت فشلت فشلت نلتقي بعد أقدم بسيطة لازم تغير تو عزيم